اهلا بكم من جديد رح نتعرف بهذا الفيديو على مفاهيم مقاييس الذكاء والقدرات العقلية والاستعداد بداية رح نبدأ بمقاييس الذكاء اقترح ثرندايك تعريف للذكاء وقال بانه هو قدرة الفرد على القيام ببهام معينة مقارنة باقرانه واداء هذه المهام ونتاجها هو اللي يعكس اذن يرجع الفضل عندنا الى العالم الفرنسي بيني في تقرير اول وحدة في القياس العقلي وهي العمر العقلي ولكن انتقد بيني الاختبارات اللي كانت مستخدمة وقتها عشان تقيس الذكاء واقترح هو ومجموعة من الزمالة بناء افتبار جديد لقياس القدرة العقلية على اساس الوظائف العقلية العلم رح نتعرف من خلال الفيديو الفرق بين العمر الزمني والعمر العقلي ترجمة نانسي قنقر 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 يرى بينيه ان الذكاء هو قدرة عقلية عام ولكن تتكون من مجموعة من القدرات المنفصل وهي الاستدلال الحكم او الفهم الجيد اتخاذ توجه مناسب للتفكير الشفاف على هذا التوجه وتعديل التفكير بما يحقق الهدف المعين واخيرا النقد الذاتي تصنف الاختبارات اللي خاصة بالذكاء بشكل عام بانها اما تكون فردية او جماعية اما تكون لفظية او هير لفظية واما انها تعطي درجة كلية واحدة او ممكن انها تعطي درجات متعددة من ضمن مقاييس الذكاء اللي موجودة عندنا واللي تم استخدامها بكثرة في العيادات والمدارس اللي هي مقاييس ستانفورد بيني للذكاء العام مقاييس القدرات العقلية مقاييس الاستعدادات الويول الشخصية القدرة العقلية العامة للطفل ومقياس ويكسدر للذكاء العام خلونا نبدأ بمقياس ستانفورد بيني للذكاء العام وهذا المقياس من أكثر مقاييس الذكاء العام انتشارا واستخداما مر هذا المقياس بعدة مراجعات وتعديلات من الطبع الأولى اللي كانت عام 1917 أحدث طبعة موجودة عندنا هي ستانفورد بينيال الصور الخامسة تحتوي حقيبة الاختبار على ثلاث كتيبات الكتيب الأول اللي هو يعتبر المدخلي اللي بناءنا عليه إحنا نشوف إيش المستوى المناسب للفرد إنه يبدأ فيه في المجال إما الكتيب الثاني اللي هو المجال الغير لفظي أو الكتيب الثالث اللي هو المجال اللفظي بالإضافة إلى حقيبة من الأدوات والمكعبات والمجسمات أو بطاقات الصور اللي أيضا مناسبة وتساعد في حل بعض الاختبارات اللي موجودة أو بعض الأسئلة أو البنود اللي موجودة في المقياس كما يحتوي الحقيبة على CD من خلاله يتم تصحيح الدرجات وتسجيل الدرجات وبناء على النتائج اللي مدخرة إحنا نقدر نعطي النتيجة النهائية أو التصنيف النهائي بحسب مستويات الذكاء اللي موجودة وطبعا حقيبة أو كتيب لتفسير النتائج يستخدم هذا المقياس في قياس الذكاء العام للأعمار من عامين تقريبا إلى العرش ويعتمد المقياس على معايير عمرية للأداء بمعنى أنه في مجموعات منفصلة من المفردات بحيث أنه يكون مستوى صعوبتها مناسب للمستوى العمري اللي مصممة من أجله عادة يستغرد تطبيق الاختبار ما بين 50 إلى 75 دقيقة قريبا ويقيس هذا المقياس عدة مهارات يمكن تصنيفها في عدة جوانب وهي كالعاتي المعلومات وهذا الجانب هو اللي يخص المعرفة والمعلومات اللي يتلقاها الفرد أو يحصل عليها من خلال البيئة من حوله وليس فقط عن طريق الدراسة الاستدلال التحليلي هنا عندنا يقيس قدرة الشخص على تحليل الجوانب تحليل الجزء من الكل أو الكل من الجزء معرفة السبب في العبارات اللفظية اللي غير منطقية أو من خلال الصور بشكل غير لفظي أيضا عندنا الذاكرة العاملة اللي مختص في جانب الذاكرة ويقيس هنا عندنا الذاكرة قصيرة المدى بالإضافة إلى الاستدلال الكمي هو معرفة حل المسائل الرياضية بطرق ذكية وبطرق مناسبة حسب العمر الزمني المعالجة البصرية المكانية هي بمعنى تكوين شكل معين على لوحة أشكال رسم شكل معين عن طريق النقل بعض القطع اللي موجودة عندنا ويعتبر هذه أهم المجالات اللي قيسها الاختبار في صورته الخاصة ننتقل إلى مقياس ويكسلر للذكاء العام يعاد مقياس ويكسلر من المقاييس الفردية اللي تتميز بأنها تحاول أنها تلافي عيوب مقاييس ستانفورد بيني حيث أن مفردات ستانفورد بيني هي سليمة للأطفال ولكن يروا بأنها لا تناسب الراشدين في معظم الأحيان لذلك قام ويكسلر بتطوير مقياس خاص لذكاء الراشدي نشر في صورة الأولى عام 1939 يجتمل على 110 اختبار فرعي يقيس منها ست جوانب لفظية وخمسة تقيس الأداء غالباً يستغرق تطبيق مقياس ويكسلر إلى ساعة تقريباً يقيس مقياس ويكسلر عدة جوانب ومنها أولاً المقياس اللفظي اللي يجتمل على المعلومات الفهم الحساب التشابه المفردات ووسع الذاكرة للأرقام أما مقياس الأداء فهو يشمل رموز الأرقام تكملة الصور وتصميم المجسمات وترتيب الصور وتجميع الأشياء ننتقل إلى مقاييس القدرة العقلية نعرف القدرة أولاً هي ما يستطيع الفرد القيام به وإنجازه ومن أشهر الاختبارات المستخدمة في مجال فحص القدرات العقلية هو مقياس المصفوفات المتتابعة العمر اللي يطبق عليه هذا المقياس من 6 سنوات تقريباً إلى 11 سنة من الأشخاص العاديين أو المتأخرين عقلياً أما بالنسبة لكبار السنين ما بين 65 إلى 85 سنة تقريباً يتكون المقياس عندنا من 3 مجموعات مجموعة A مجموعة AB ومجموعة B أما مجموعة A فالنجاح فيها يعتمد على قدرة الفرد على إكمال نمط مستمر وعند نهاية المجموعة يتغير هذا النمط من اتجاه واحد إلى اتجاهين في نفس الوقت أما مجموعة AB فهي تعتمد على قدرة الفرد على إكمال نمط مستمر عند نهاية المجموعة يتغير هذا النمط من اتجاه واحد إلى اتجاهين المصفوفات عندنا من 3 مجموعة مجموعة A مجموعة AB ومجموعة B أما بالنسبة لمجموعة A فالنجاح فيها يعتمد على قدرة الفرد على إكمال نمط مستمر وعند نهاية المجموعة يتغير هذا النمط من اتجاه واحد إلى اتجاهين في نفس الوقت أما مجموعة AB فالنجاح فيها يعتمد على قدرة الفرد على إدراك الأشكال المنفصلة لنمط كريلي على أساس الارتباط المكاني ومجموعة B فهي تعتمد على فهم الفرد للقاعدة التي تحكم التغيرات في الأشكال المرتبطة منطقيا ومكانيا وهي تطلب أن قدرة الفرد على التفكير تكون مجردة من مقاييس موهبة للقدرات العقلية المتعددة عندنا مقياس هيئة تقويم التعليم والتدريب هو اختبار فردي عملي يهدف إلى قياس القدرة العقلية العامة للأطفال قبل ما يلتحق بالمرحلة الابتدائية أي تمديد قدراته على التحصيل الدراسي واكتساب المهارات التعليمية اللازمة عشان يدري يلتحق بالصف الأول ننتقل إلى مقياس القدرة العقلية العامة للطفل هو اختبار فردي عملي يهدف إلى قياس القدرة العقلية العامة للأطفال قبل ما يلتحقوا بالمرحلة الابتدائية ويعتبر تمديد لقدراتهم على التحصيل الدراسي واكتساب المهارات التعليمية اللازمة قبل ما يبدأ التحق بالمرحلة الابتدائية عندنا من ضمن المقاييس للقدرة العقلية اللي هو مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة وهو التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية هو مقياس عشان يكشف عن القدرات العقلية والمعرفية لدى الطلبة في عدد من المجالات المختلفة مثل اللغة، الرياضيات، العلوم وبعض جوانب الابتع يعد اختبار موهبة للقدرات العقلية المتعددة المحك الأساسي لتقييم قدرات الطلبة وقبولهم في كافة البرامج والأنشطة اللي متعلقة بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهبين يهدف البرنامج أو يهدف المقياس هذا أنه نتعرف على الموهبين في المملكة في عدة مجالات من موهبة وإبداع يفيد أنه أنواع المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وهمية اكتشافهم وتحقيق العدالة والإنصاف في افتيارها أما بالنسبة للفئة المستهدفة فهو يستغدف طلبة التعليم العام من الصف الثالث ابكدائي إلى الصف الأول ثانوي حيث طبق المقياس على ثلاث مستويات عندنا المستوى الأول يكون لطلبة الصف الثالث والرابع والخامس أما المستوى الثاني فهو لطلبة الصف السادس ابتدائي والأول متوسط والثاني متوسط أما المستوى الثالث فهو لطلبة الصف الثالث متوسط والأول ثانوي نتعرف الآن على مقاييس الاستعدادات أولا خلينا نعرف إش يعني استعداد ونقدر نعرفه بأنه هو ما يستطيع الفرد القيام به إذا ما توفر التدريب الكافي من استخدامات اختبارات الاستعداد عندنا الانتقاء بمعنى أنه يستخدم نتائج هذه الاختبار في أغراض الانتقاء وتعد من أهم استخدامات الاختبارات اللي تكون بهدف الاستعداد غير أنه استخدام نتائج هذا الاختبار في أغراض الانتقاء لا يضمن اتخاذ قرار صائب فيما يتعلق بالقبول أو الرفض للأفراد الأفراد سواء كان في الدارس أو في الوظائف أو غيره أيضا من ضمن استخدامات اختبارات الاستعدادات عندنا أغراض التذكير وهنا يفترض أن الفارد قد تم انتقاله من مؤسسة تربوية أو مهنية معينة ويكون مطلوب أنه يتم تسكيله في مجال دراسي أو عمل معين مناسب ويتفق مع ميؤله أما من الاستخدامات الأخرى فهو أيضا أغراض التشخيص وتفيدنا اختبارات الاستعدادات فائدة كبيرة جدا في تشخيص مشكلات الطلاب إذا تطبق الاختبارات المناسبة لهما مثل التهيئة في المرحلة الابتدائية عشان نعرف أو نتعرس على الطلاب اللي يحتمل أنهم يواجهوا بعض الصعوبات في التعلم في القراءة أو الكتابة أو الحساب أيضا من استخدامات الاختبارات للاستعدادات هي أغراض الإرشاد والتوجيه وتفيد في الإرشاد والتوجيه التربوي والمهني والشخصي وتستخدم عادة لتعريف الطلاب بقدراتهم المتميزة أما أخيرا عندنا كما تستخدم أيضا في أفراض البحر تستخدم في كثير من البحوث النفسية والتربوية ننتقل الآن إلى التعرف على مقاييس الميول المهنية مقياس الميول المهنية هو مقياس جمعي يتكون من 10 ميول تستخدم عشان نقدر نتعرف إيش هي الميول المهنية المناسبة للطالب في لعال مرحلة الثانوية حتى نقدر نوجه توجيه مهني وتربوي مناسب عندنا مقياس الميول المهنية اللي تابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية هو مقياس للنمط الشخصية للموافقة أو اللي تتفق مع أنواع متعددة من المهن في بيئات العمل الفئة المستهدفة لتطبيق هذا المقياس هما الشباب المرشحون للعمل أما الجهات المستهدفة فهي المؤسسات أنفسها يجتمل المقياس على عدد من الأبعاد يقيش 6 أنماط للشخصية وهو النمط الواقعي النمط الاستقصائي النمط الجمالي الفني أو النمط التقليدي أو النمط الاجتماعي أو المغامر عدد مفردات المقياس ونمط انقياس تشمل 70 سؤال في نموذج تقرير ذاتي تقدر أنت كمعلم أن ترشح هذا الاختبار لطلابك حتى يستطيعوا أنهم يعرفوا إيش هي ميولهم المهنية وحتى يستطيعوا أنهم يختاروا استراتيجيات تعليمية تتناسب مع ميولهم المهنية أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر